ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله بفيروس كورونا وفي ذات الصياق طالب العديد من المواطنين من الجالية المقيمة بالخارج من السلطات المغربية اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق السيدة بتهم تتعلق بإهانة كرامة المواطنين والسب والقدف والعنصرية وتدول نشطاء على نطاق واسع عبر مواقع تواصل الاجتماع فيسبوك الفيديو مرفوقا بتعليقات تطالب باتخاذ الإجراءات القانونية في حق السيدة ومن جهة تانية تدولت صفحة مواقع تواصل الاجتماع فيديو آخر لهذه السيدة وهي تطلب الاعتذار وتؤكد أن الفيديو تم تسريبه من مجموعة واتساب وعلى إتره أصيبت بنوبات عصبية مما استوجب نقلها إلى المستشفى نشكركم على حسن المتابعة قناة ماروك أخبار يومي